احنا بعدين كده من قدام قضة الديو habitat اللي حرابي كنت قاد فيها لأنك قائد لوحدك يعني أنا عديت مرتين كده لقت حضرتك قائد لوحدك بس حاطة الماسك يعني مئن قاءة لوحدك والحقيقة ان احنا أول ما يعني بنبقى في عربيتنا حتى لو في سائق العربية بنقرر نقلع الماسك او لما بنخش البيت بنقلع الماسك او لما يعني هايحصى ليه يعني مأم بسمتنا بقى احنا في البيت بقى حضرتك كنت قاد حط الماسك ما إنك قاعد في القوضة لوحدك ده إيه؟ هل أنا أتعامل زي مع الماسك؟ ليه؟ لأن إحنا ابتدينا خلاص بقى ده رجعني المقدمة اللي حضرتك قلتيها والمقدمة اللي حضرتك قلتيها دي هي أساس التعايش والعيشة المستقبلية لنا وكلنا يعني يعيشوا ضيب الماسك؟ اللي هي كلمة اللي حضرتك قلتيها التعايش الفيروس لن ينتهي ولن يختفي والشعب والبشر لن يعنتهوا ولن يختفوا ده حيفضل موجود وده حيفضل موجود فيجب أن تعارتنا أعتار في الوقتي إن الفيروس سيظل معنا الحل الوحيد إن إحنا نتعامل معه هو التعايش معه لن يختفي عشان كده إحنا لو نراحز الوقتي إن معدل الانتشار الوقتي سريع جدا الله طب إزاي معدل الانتشار سريع والعادات بتزيد والدول فتحت لإن خلاص إحنا وصلنا لمرحلة الوقتي إن يجب التعايش مع الفيروس إحنا كنا مركزين على الفرع أو على الليمب أو على الطرف بتاع العلاج كيفية العلاج تخصيص من المستشفات تحضير السلائر يأذي حالك تقول أن الفترة اللي خدناها راحة أو عزل أو حظر إحنا ما خدناش راحة إحنا خدنا الفترة إحنا خدنا الفترة اللي الدولة عملت اللي عليها يعني اللي فات ده كان إزاي أستعد على المستوى الطبي للأعداد اللي ستصاب الدولة عملت اللي عليها في الفترة اللي فاتت من منطلق أن إحنا جات لنا حاجة زي ما حضرتك قلت فجائية بأعداد كبيرة بخدمات صحية في العالم كله محدودة مش عندنا في مصر بل على العكس إحنا عندنا هنا أقدر أقول لحضرتك مش عشان أنا في الخدمة الصحية لا الخدمة الصحية المقدمة في مصر تفوق كثير من دول العالم إن لم يكن منها الجزء يعني زي ما نقول العالم الأول والثالث لا إحنا عندنا أطباء مميزين جدا جدا وعندنا قدرات علمية طب خلينا أخذ من هناك تصريح